توجه مفتي الجمهوري رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم الدكتور شوقي علام إلى المملكة العربية السعودية وذلك للمشاركة في فعاليات ملتقى القيم المشتركة بين أتباع الأديان والذي يقام غدا ولأول مرة في مدينة الرياض تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي من المقرر أن يلقي علام الكلمة الرئيسية للملتقى والذي يهدف إلى تعزيز المشتركات الإنسانية واحتواء التعددية الدينية والعرقية والثقافية في إطار قيم التعايش والتأخي اتصاقا مع مسؤوليات القيادات الدينية التاريخية